وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس اللعلى حاكم الشارقة قد أصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مجمع الشارقة للبحث والتكنولوجيا والابتكار هيئة منطقة حرة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته ويكون له الاستقلال المالي والإداري ويهدف المجمع بحسب المرسوم إلى توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام ذي بنية تحطية وخدمات دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا تنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجالات المتعلقة بأولويات الإمارة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة من خلال استقطاب وتشجيع المؤسسات وشركات متخصصة في مجال الابتكار وعدد من الأهداف الأخرى في سياق منفصل وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس اللعلى حاكم الشارقة بشمول منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني بمكرومة سداد أقصاط القروض السكنية لموظفي حكومة الشارقة لتتكفل الحكومة بسداد الأقصاط نيابة عنهم أصوة ببقية المستفيدين أعلن عن هذا التوجيه سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس برنامج إسكان الشارقة في مدخلته عبر برنامج الخط المباشر الذي تبثه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون